السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا فيكم في سلسلة سيتي سكايلين الحين وصلنا الى مرحلة ما نسوينا مدينة طبعا واحد خدمات ناقصة انها ما نسوينا اي خدمات نحن في الفيديو السابق فالحين نشارع الخدمات كلها نو باركينغ طبعا بسوي هنا منطقة صغيرة على هذه المنطقة لا هاي لازم اخليها فاضية ومنصط يمكن اسوي فيها تحويلة طويلة للقطار يمكن اسوي فيها شيء يمكن اغير مكان هذا اميلة بهذا الشكل وارده اسوي دوار ارجع عليه الخطوط بنشوف شو الترتيب بنشوف شو الترتيب لان هذا كامل يمكن يستعمل للقطار فبالتالي من الحكمة اظنين اسوي الاشياء وين عندي هني شوفوا اسوي الاشياء فيك خدمات هني ما علي خليه يلمس الشارع الثاني ما عندنا مشكلة لا 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 الشي الاول اللي بسوي المستشفى طبعا المستشفى من الاشياء المهمة جدا وهذي بتغطي المنطقة هاي بجدارة يعني مش بس بتغطي خلينا دكم ترول ايه اوكي خلينا نشوفوا ان نقدار نحطيها مستشفى من المباني الضخمة عندنا في اللعبة بازم نتصرف له هني مشكلة ما بقى احطي شي الصوب الثاني هني اذا حطيته شو رح يستوي رح يغطي المكان مركز مطافي ضخم لا تنسون عندي انا قوة شرائية اقدر مركز المطافي بنخليه خلنا نشوف كيف تغطيته تغطيته ضخمة جدا بمقابلها على طول مركز الشرطة هل اثنين في العادة يكونون مع بعض تراه يعني سبحان الله هل اثنين دايما تلاقونهم في الاماكن مع بعض هنزين هاي الاشياء الاساسية لحن شي بعد اساسي انا نسيته اللي هو سميتوريوم بحطي واحد وحاول ان نرزه مكان دبلوماسي هنزين ان هذا اكثر حل عملي يمكن مش اكثر حل جميل لكن اكثر حل عملي هنزين الشي الثاني الناس اللي بتمشي لين هني خلنا اخذ عليهم اجور خدمات يعني خلاني بمنطقة هادي بينت بارك ايريا صحيح هنزين رش الصغير هنزين نسوي بارك ايريا خلنا نمسح مدرسة ولا الجامعة نزين ونسوي بارك ايريا صغير هني اللي هي حديقة نزين واني مثلا حديقة حديقة مدينة الليها مش مكان مناسب حك شو هكذا نحطي مين جيت صغير ونحطي سايد جيتس مجموعة منهن نحبه حبتين ثلاثة اربعة للي يايين المتر وطالعين من المتر ومتعنين نزين الحين هني ما بسوي شي في الوسط خلهم برايهم لكن اللي بسوي حق هذي واحد ثنينة ثلاثة ثلاثة يالله اركب اخلى سنابنك خلى نبنده اخلي هذا هني طريقة هذي راح نوصله بالطريقة هذي و لازم نحطه هني فنس صراحة اللي هو الشبك خلنا سوي تين سوي عفون لكن هذا ما راح يركب بالطريقة هاي سوي تي هذا راح يكون شوية قرار صعب بس ممكن نحطي بالطريقة هاي نبو الناس تحسن هداشة شو حديقة نقدر هذا ورلا نمده بالطريقة هاي بعد ما عم بدون مشاكل شو والله اوكي الحين بنكمل الشبك دين اخر شي شوفو دين اخر شي طبعا في مصاعب سنبنك هني مفروضة بنده الصراحة بس عادي يعني نقدر الحين اموف التول ونحركه بالطريقة هاي طبعا من نخلص الحديقة البسيطة هاي وخدمات تكون موجودة راح نرتاح من ويد اشياء طبعا بعدنا بنحتاج مدارس بنحتاج اشياء لكن هذي الاشياء يعني it's fine you don't worry about it ما عندكم مشكلة ولا تخافوا منها عادي it's fine ومزين خلنا هذي المنطقة نمسورة بالكامل خليش شوية نحطي التفاصيل على الأقل حتى لو ما نشتغل على التفاصيل قوية ويد يعني بالنسبة لبعض السلاسل هاي التفاصيل اللي قاعة سويها جدا ضعيفة يعني انتوا ادرا وانتم تابعيني من زمان ما شاء الله عليكم وما تخلوني وشكركم على حسن تعاونكم بصراحة مزين الحين هذا بيكون احني وهذا مو مشكلة حالية نقدر نطلع بالطريقة هاي اقدر اسوي لاحظة 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 دوخت مو مشكلة نسوي شوي تجاوزات اللي قل طريقة هادي بني بالمو بالتول بنسوي به هادي ما بنحطي شي وراء مركز المطافي نسوي بالطريقة هاي وهذا بالنيبه هني الحني النيب المو بالتول نحرك بالطريقة هادي طار عندنا شبه حديقة الحين الشوارع ما الحديقة شوارع جدا بسيطة شارع رقم واحد بحضة شارع رقم واحد مستوبة الطريقة المعاكسة شارع رقم اثنين حق اليلسات انزين يلسات كبيرة ما في مكان بس في مكان حق خدمات بسيطة جدا يعني اتوقع من الحديقة وايد برفورمانس اللي نشوف المباني ضخمة فنحطي مباني لخدمات فقط على اغلب بس مباني لخدمات ما احطي شي ثاني والشي الثاني اللي راح احطيه شير حول الحديقة لان مدينة زحمة فمحتاجين هني نقدر نستعمل الشير الوردي ترى خلا نحطي شيدة نحطيها شيدة نحطيها شيدة شيدة نحطيها شيدة ونسوي لنا خط شير من هني لين هني ممكن في المستقبل اذا حسينا الحديقة يعني استحق الاقبال الضخم يعني ممكن نسوي لها اباقريدات ممكن نسوي لها وايد اشياء بس حاليا هي عبارة عن ممشى من طرف الى الاخر مع اساس يزين الشكل شوي نزين نرجع الى موضوع البركن طبعا مكان نفس هذا في موظفين موظفين هاي المساكين يون هني تعبانين في استحقون مكان يوقفون في صح زين صبر نحن منسكر نتوهق في السورف هي ما نقدر شو نسوي باركبهم في بعض باركن باركنين اكثر من كفاية هذي حق المنطقة هذي ما اظني نحتاج باركنات اكثر من كفاية لا نحتاج اللي اكبر واحد ثانين وطبعا بنحطي باركن للسيارات سويل همام بس مكان عندي مش وسيع ما فيه الكفاية نزين بس لانه هذا هني بالطريقة هاي والحين صار عنا باركنات هالباركنات بعد يمكن تستحق صراحة بعض الاشجار دخلنا نزين المكان اشجار جميلة طبعا هذا بس عسل نتفادئ الاشكاليات هاي في الشارع خلنا ندفع شوي فوق والحين صار عنا منطقة تخدمات صراحة نوعا ما راضي عنها ممكن تكون افضل وايد ولكن بالنسبة لي حاليا شغل كم سبع دقائق الديتيل في سيتي سكايلان يحتاج وايد يعني ما يحتاج شوي ترى بعدين في مكان حق اضافة اشياء على امل يكون في مكان اضافة اشياء في المستخبل طبعا كل ما نزيد الخدمات نحن انا كل ما ادق اسكيب اطلع المينو هذا خمسمية شخص موجود كم طالب ثلاثمية وشي طالب تشوفوا كل سكن في سبع وسبعين ثموني وسبعين طالب طبعا اظنى نحن في خسارة وتقريبا يعني شبه خسارة بس الجامعة اذا بدت تشتغل راح اطلع فايدة اكيد ها انا شي متأكد منه صراحة اهني بالنوع من انواع الشغل حاليا ما بنحطي هلا نشوف شو وضع الماء صبر وضع الماء يصيح اطينا واحد اثنين ويد صراحة بنحطي اهني بعد واحد اثنين كان هذا بين ترس خلاص نزيل كان هذا مش شوية راح يكون يعني عليه الزحمة وعليه قبال كان هذا فل خلاص ما ينفع هكي اشياء اشياء يمكن واحد بس ما ينفع اكثر نزيل الحين نحن شو قلنا قلنا ما نسوي اماكن تجارية بس الاول خلوني اسوي مكان للصيد الصيد الصيد وما ادراك كما الصيد خلنا نشوف اول شي وين عنا الصيد زين اين انت يا الصيد وهي السمك هذا هو زين عنا سلمن اهني في النهر عنا انشوفيز الصغار هني وعنا سمك اللي هو تلفش كبقو مش كبقو بال سوالة في الارطعون شي سمونا هاي والله نسيت اما الربيانو هاي زين وعنا التونة تونة وين افا ما شيتون عنا هنزيل بنسوي على اغلب الشلفش بس نبقى مين اصغير الحين مين اصغيرون زين مين اصغيرون نبقى نرتب مين اخروج حق ثنتين او اربعة اذا زاد الموضوع يعني ما نبقى اكثر حلاني برش وندخل هذي هني ثنتين سوي بالطريقة هذي دخل لهم حاجز من تي ايهو هذا مين مين مسموح لا يكون شو مربع بس في شي واحد ابقى اسوي الا وهو اسوي لهم كلهم يعني دخلنا اسوي سلكت حق الجماعة الطيبة هاي الحين يوم ابقى اسوي سلكت ما راح يخلينا اسوي اي سلكت صبر ابقى احد ثلاثة ثلاثة اربعة ثلاثة لازم سوي لكل سلكت هذا سلكت انا ليش قاعدة عدلة سلون اخر حبة كلهم من مستوى منو هذا شوفو اه هذا على مستوى الباقي صح تنسيو كنتو هذا كلهم مش كلهم امنية لكن بقي اظن مقلول عليهم على مستوى هذا ما بيطلع من فوق شخص اخلاص زعلوا مني مو مشكلة هاي المنطلع عن منو هذا هذا لا هذا لا هذا خلى تحت عادي لان هذا مدخل مينة نزيلنا الحين هذا مكان هذا هذا اعلانين مني مدر ليش فخلنا رفعهم شوي ان هذا شوي ننزل مرات تكون متعب جدا خريبا سيدة الباقي امورة هنا ما عليهم ما عندنا مشكلة هذا يستوي تنزل تنح وخلاص نزيل فناخذ التولز الاوليات اللي هي اول شي تنعم نعم اللي فوق نزيل ضبط الوضع هني وعقب اني للي تحت ناخذ هذا مستوى الماء هذا ونسويه مينة رسمي ان المينة لازم يكون في بعض من العمق على فكرة يعني ما في اي عمق احنا في مصيبة نزيل خلا نعدل الجنب نزيل ونشوف اوكي مينة شكله جيد جدا اذا نحطي عليه اي شي حق الصيد صبر اني لصيد السمك فنحطي لنا فشنك هاربر مثلا هايتو 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 اوكي نحطي واحد هني ونحطي لهم الشارع لا يمكن الالتفاف فيه وعندان من انا مع ال معيات احب استعمل هذا النظام ولين هني يستوي شو قوارب الحين هاي المنطقة انسوها خلاص ها المنطقة صارت يعني تعتبر كأنها منطقة صناعية كيش لانه في قوارب وهذا بيكون في انتاج بعض الاسماك بس بس نحن خلالني بلا ماي طب والله اني خبست ابو شكل الماي مزين والنيبلا كهربا مزين والنيبلا كهربا ونوصل لهذا الحبيب نشوي فيه الحينة ونروح للقوارب نشوف خط صير صعيد ونزرع على خط صعيد طبعا الخوارب ما تمانع انك تنبرع الخريطة فعادي يعني تبرع حديقة اظني هذا الخط اكثر من كفاية انه يبون سمج هذا من خبرتي معاهم يعني خلنجل الخط هذا الحين بيستهبل علي على اساس ان اوكي الحمدلله وصله مفروض صار عندنا خط صيدة شوف صار عندنا خط صيدة هنا في فلد شوية في جريان بس مفروض يكون عادي نزيل بسوي الحينة شو عندنا فش ماركت ازعاج ولكن مطلوب حلو في احتمال ان سوي فش ماركت هنا ممكن نقدر نزيل ونسوي مصنع سمج وين ممكن هنا لكن ما انصح لكن اظن بيكون هو مكان طبه مثالي اذا نعزله نزيل خدمات ما تحت الجسر نزيل خدمات ما تحت الجسر قلنا بسوي خدمات لانه الشوارع اللي هناك اذا بنترى اياهم يوصلون خلنا نشوف ما تحت الجسر نزيل الترك ما نقبل اذا بنترى خدمات من هناك توصل ما بنخلص في خدمات للأسف لازم تكون نوعا ما تحت منه تحت الجسر هذا هاي واحدة من الخدمات اللي احب يحطيها تحت الجسور احس مكانها عدل تحت الجسر اشوف وغطى المدينة كامل مفروض يعني يملأ الفراغ على قوله تم شوفوا وقاعد على الوعد الكهرباء دايريكت عنده ماي لا ما عنده ماي خلاب منزيل تخبيص ولا خطوط الماي والله انه تخبيص لكن ما عليه منزيل الحين هذا راح يخدم المدينة وراح يخدم وايد الناس بوجه هذا ليش ما عنده كهرباء حبيب ببنا انه نحتاج كهرباء من منطخة الكهرباءة, مايلا قلنا بغير صح بنسوي منطخة الكهرباء لكن ما غيرنا ومشكلة بنحطي الحين One more oil generator مفروض يغطي احتياجات على أمل لأنه ما قام يغطي شيء ومحتاجين مصادر ثانية للصراحة طاقة هذا كم يعطينا 120 واط محتاج النووي والله محتاج هنا هنا مصانع الكهرباء هاي ما راح تكفي كان مصانع قوية ما عنا مصانع قوية الحين عندنا نحن الأسماك شوي تكزيرة يعني هاقعي لحظة خلنا نشوفر وتمعلم امي بالأمي يمحمل سمات شمعنا خطة ممتازة وايد خطة طويل بس فاين حطينا مصنع أسماك مبدئي وبنحطي غير الأسماك يمكن توصيل بس مش الحين الحين اللي نبقى أن نعزل هالمنطقة عن باقي المناطق كيف قلنا هاي يشتفى الصناعية إذا صارت صناعية ما قامنا بفايدة حق باقي المناطق صراحة فهذا اللي يحتاج هذا الجدار الجدار عايبيني ترعي فكر الإدارة هذا جميل زين هذا اللي راح يعزل هاي الصناعية عن باقي الأمكان يمكن نشتري هذه الأرض ونحولها إلى صناعية صغيرة إلى ميناء صناعية إلى آخره إلى آخره إلى آخره موصول بالخط هذا الأخضر اللي نحن نشوفه لأنه ما غير المنطقة إني كيف أقول لكم إني أبني صناعية إني حرام الصراحة ما يستاهل الوضع ليش أبني صناعيات في المكان هذا فحرام يعني من زين نسوي نسوي هني الجامعة بدت تتيب طلاب بس ناقصناها شي خلنا نشوف البوليسيز ما قالنا ندفع لهم هلث كير بيكلفنا فلوس بينزلنا شوي فري لنش ما بعطيهم نكرز فاكلتي بونس خمسة وعشرين في الامية كريز فاكلتي أبكي بايتونتي فايف برسنت يزيد الناس يعني يوني طلاب من خارج الدولار وما درسهم من زين بس أنا قريدي الهلث كير هذا قتلني من زين الحين بوظف ست موظفين عشان يسوون أعمال سينمائية من زين وبعطيهم خمسين ألف خلو عسا بيسوون أبحاث حق الجامعة عساس أن الجامعة تطور وعلى أمل أنها تتيب ناس شو زيادة طبعا نحن الحين شوي التكلفة عنا عالية ترى تكلفتنا مش رخيصة أبدا للمدينة لكن قاعد بني أسس مدينة قوية شوفوا الاكسبنسس كم استوى واو 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 يمكن والله أوقف الدعم بنشوف كيف أظن بنصمد عنا مصانع مفروض تدخل علينا فلوس على حسب الموسم وين المصنع هذا مصنع الأكل شغال وكان عندي مصنع عني ثاني بيكري مخبز تسغل تسغلين يعني على قدم النوساق على قولتهم بس الفري لنش هذا راح راح يقتلين الفري لنش ثلث كير عفون مش فري لنش ثلث كير راح يقتل الاقتصاد والله يمكن نبدأ نطلع بزن ذاتي دي ذا لان محتاجين نحن ناس دا مران المدينة هاي صراحة نوعا ما مرضية الخدمات مرضية بس الخدمات هاي غالية ومش رخيصة اوو سبعة عشر الف نايس نويس 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 لو صناعة شغالة شكلة بتغطي عليه بعد بس شخبار المدرسة الحينة المدرسة بعدها ما يبقى تناس افكر بس هي خطوة خطوة راح تكلفني الكثير يم اقول كثير اعني الكثير اني احطي بس هذا صح بيش الالف طالب لكن ابكيب ماله عالي الفين في الاسبوع والله ما ادري الصراحة الحين اللي سعلوني من تعليم ايه صح مو عندن مدارس ابتدائية خلا نحطي حق وحده من مناطق مدرسة ابتدائية بده الحديقة الحديقة ونحطي مدرسة ابتدائية ونشل الحديقة هني لان هاي الجامعة قريبة عليهم فمش منطقي ما يكون عندهم شوه هني مدرسة ثانوية هاي لا اظن من حقهم يتعلمون يروحون الجامعة يدرسون عنا نحنا جامعة ثانية في المنطقة عنا جامعة هني ممكن اسكر الجامعة هذي لان هشالوا بوايط طلاب من عندي وبيون الطلاب هني بس بيسوون زحم هني اذا سووا زحم هني زين بس المشكلة المشكلة مشكلة المشكلة مشكلة استيجد اقدر اشل 1350 طالب اخبار لك اذا مكير ما ادري راح يكون اوكي ولا سيء والله ما عندي اي فكرة ولكن اظن بيكون الوضع تمام ان ياسع حاول ازيد عدد الطلاب هني نوعا ما احس غصب صراحة الباركنات ما حد يوقف فيه احس غلطة كيف ازيد الاتراكشن مش اني مش عارف طريقة لكن خلوني اعطي مكاتب بنفس التصميم هني بقى متشارع من هني هني شارع من هني لين هني واخذ الشارع الوسطي هذا وحطي فيه في الوسط مكاتب احبه شوي مسافة بينهم سيكون قمة الروعة سيكون قمة الروعة صراحة هني مكاتب عسب اغطي الاحتياج الصناعي عندي احتياج الصناعي ضخم في المنطقة ومش قاعد اغطيه والمكاتب هاي راح يسوي لي شغل نفس الوقت خليت فراغات مفروض اني اقدر ها خلي اغطي الاخر شي من عندك شيء منك الطالب في وظيفة من انك ما تدرس عزيز الطالب اللي يستسمع كمل دراستك احسن لك او لا بتنتهي في واحد من مصانع ستي سكايلين هذي النصيحة يعني انتو كيفكم انتو كيفكم لكن هذي النصيحة يعني نصيحة في حد اصلا يدخل الحديقة والله في زحمة في الحديقة اكثر ما نتوقع تحيد كان فيه قلتش هنا ما ياخذ فلوس اذا مش بعيد شوي خلونا بعدهم شوي عن شارع عساس نبدأ ناخذ فلوس بشكل فعلي لانهم يتجاوزون الفلوس ونحن واحدة من اسباب وجود الحديقة ان نحن نبوه شو ناخذ عنهم فلوس من كل بوابة ناخذ شو فلوس خلوهم يدفعون فلوس هم قاعد ياخذون درب الحديقة يعني هم مستانسين زين خلونا نحن ممكن قبل كنا نسوي في هاي الحركة نحن نضرب شو نضرب فلوس على الناس نرفع كنا سعارة الذاكرة اخر شي ونحطي الحديقة في الوسط والحديقة تبدأ تطلع عوائد كبيرة جدا اللي هو شي طيب الحين هذا محتاج حصلتوا في وظيفة في واحد حصل وظيفة معناه اذا واحد هنا محتاج وظيفة يعني اذا هني يقدر يحصل وظائف نظريا مفروض يونه هنا ويبدأون شو يدورون دوامات هذا الوضع الطبيعي يعني اذا درس الدور وظيفة جامعية واذا انا ما عنده وظائف جامعية شوفوا قاعدين يدامون في المكاتب يا سلام يا سلام يا سلام هذا شي مطلوب يعني في ناس عندنا متعلمة وجاهزة للوظائف نحن قاعد نستغل وجودهم من زين الشي الاخير اللي محتاجينه محلات تجارية على امل ان هذا طبعا عندنا محلات تجارية هنا نحن سوينا لكن محتاجين ثلينة زيادة هاي الاظن بيتطورونه بسرعة نوعا ما لانه موجودة عند الوظائف موجود عندهم المتعلمين موجود عندهم كل شي خلا نشوف هني المنطقة هاي مثلا هاي الاظن قاعدين يدامون عنا طلاب جامعيين يدورون دوامات فنقدر نوفر لهم دوامات طبعا نكن ما نوفر الناس دوامات ونزيد عدد الناس طبعا نحن بعد نحن بعد نستان نستان راست نزيد ممكن نسوي حلقة توصل هني حق الناس في اخبار الحديقة شوفوا كيف قامت دخل الفلوس لاني بعدت البوابات البوابات هاي دايما تبقك ما بعد البوابات نقدر لها اقدر ازيد لفل الحديقة بس ما احس اني محتاج لنا نشوف منقدر نزيد لفل الحديقة على شغلات بسيطة ترى يعني دفات حينها غازيبوا عندنا ما عندنا غازيبي لو كان عندنا غازيبوا كان ويد سهل ان نزيد سراحة غازيبوا يزيدك وما ياخذ مساحة نزيل لكن الحين اوكي الحديقة قامت تطلع فلوس بقى الجامع عندنا تطلع فلوس لان الجامعة تصرف فلوس لان انا عقيت اكاديميك وورك نزيل اقدر اسمهم اسوي اد应كووركس اكاديمكووركس 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 يزيد اشياء طبعا اعطيت هي ما تمله الهلث كير هذا وائد نزلني في موضوع الاشياء الثاني Water Waste System وووووو Waste Transfer هذا هذا يفكرنا من بلاوي هذا هذا capacity ما لا عادي ترى دين وخمسين الف مخارنة في مية أربعة وعشرين ألف أضعاف اضعاف يعن هذا لو أحطي واحد الحين هنا زيادة راح نحطي تحت الجسر الدايركت. بطريقة هاي. راح يختصر عليه وقت. هاي يبقى لا سوي لحوط. هاي سوي لاشياء. عادي نسوي عمرنا ما نشوف هذا. او خلنا يحول هذا هني. خلنا يحول هذا في الوسط بالطريقة هاي. ان هذا كان يعني مقصود ان ينبنى تحت الجسر. وهذا بالطريقة فيها. هذا طريقة هاي افضل كان صراحة. ونسوي عليك نترول اتش ونخلي من مستوى من والشارع عساس يكون مبنى من داخل سيدة لان لو تشفتوا في شغلات جلجة الحين مبنى صار سيدة. مخرب الممشى شوي. بائم خرب الممشى شوي ما يبين لنا تحت الجسر. بس الحين اوكي. شفوا. صار عنا وهذا خطير جدا هذا 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 يسوي يعني. ينزل بشكل فضيع جدا جدا جدا. جدا 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 والله صراحة مشروع جدا جميل والله ما ودي الحلقة تخلص بس الستيسكا يلاي أني أخذ وقت تسوي هالأشياء ترى مش شيء سريع ودائما فترة الانتظار بس شوفوا ثمانمية قام يطلع لنا لا 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 الوضع محتاج نلفلها صراحة ما عرف لكن كيف لكن لازم نلفل لحظة عنا حديقة نحن اللي هي هنا الحديقة اللي فعليا أحملناها ترى يعني شويناها أول شيء وأحملناها بس هاي ما بتلفل اوكي 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 هاي قردي لفلت بس أنا ساحب عليها فخلوني أحطي كم مبنى هني عشان لفل لأن هاي شفت ناس تعلق عليها هي صحيح أنا شوي ساحب عليها لكن مسألة وقت يوصال عنا قازيبو هذا حلو ما ياخذ مساحة ونفس الوقت يخليني ألفل الحديقة يعني خلني على القازيبو يا صديق القازيبو شوفوا هذا ما ياخذ مساحة ويخلي الحديقة لفلها عالي ليش لنها عبارة عن يرسات وحديقة نوسية يعني عبارة عن ما مشوا يرسات فقط يعني يعني ناس تمشي أخبركم ليش كا حتى وحدة خضرة ووحدة حامرة هاي من خبرة شخصية بس عساس ان الشكل يكون حلو خبر بسنا بالطريقة شون ازدوات عنها يرسات شوفوا لفل الحديقة سبعمية من اربعمية وعشرين بمجرد اضافة القازيبو طبعا مني لفل سعر التكت يرتفع سعر التكت يرتفع الناس بتبدأ تروح وتردام المكان مستنسين في خدمات راح يستنسون ليش لانها مستشفى سماتوريوم دنيا اما كان يحتاجون معظم الوقت انهم يونها فراح تسوي لهم ويد اشياء تز نايس تز نايس نشوف العمايرة هني قاعد تتطور نشوف ويد اشياء في تطورات في الوضاع هني ها بدت تستوي مدينة بس محتاجين الحين نسوي تحديد للمكان هذا عسى بحدد هني مواني لان هني مواني ومواني راح يكون عنده سكة قطر بس مدينة كمدينة ما راح عمدها على غلب الوراء تكون على غلب مصانع بتكون بالطريقة هاي والي جدام راح تمتد المدينة الشي اللي محتاجينه نكست ولا المرة التالية نحطي هذي العماير السياحية هذا هاي انترستريت ثم بنحطي اشياء سياحية طبعا عشان حطي اشياء سياحية عفوا راح ابدأ بشيء اخر اللي هو على اغلب موضوع البوالين وهي المواضيع هني في نص المدينة تخطف للجامعة الجامعة بعدها راح يعتبر مكان سياحي نقدر نحطي اشياء هذي هني بطريقة جميلة جدا يعني نقدر نحطي لهم بوالين تنقلهم خلال المدينة شو المدينة يعني حلوة حق سياحة لنشوفوا السيستم المواصلات عندنا عندنا 151 سايح في الاسبوع وهي شي جيد ترى 1500 ما شاء الله من اللي شال الزحمة كلها الباصات ولا لا public transport اللي هو الشسم ايه المترو نزيل الترين نفسه ما شال وايدز احمس صراحة مش شال ما عنا ترين داخلي نحن الترين ما عنا منبرع ناس بس للحين ما عنا شبكة قطارات داخلية المهم كان هذا موجز الحلقة نحن بدينا يعني نرتب في مدينة المدينة الضخمة وبعض الاشكال ضريبة شو خلت خبهم فيني الويست مزين بعض الاشياء ضريبة السرعة في البناء لكن شوي شوي قاعد نشتغل على تفاصيل اكثر وان شاء الله مركم طيب نشوفكم على اخير في حلقة قادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته